قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالزيارة لعدد من مصابية العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين يغضعون للعلاك حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبرية القبعة وقد أصيبوا أثناء أدائهم مهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء وحرص رئيس الأركان على الاطمئنان على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين حيث أوصى بتوفير جميع الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم وذلك بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال وأشهد الفريق أسامة عسكر بما قدموه من بطولات وتضحيات في التصدي للإرهاب معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء